كانت زوجة عمران امرأة صالحة ولكنها كانت لا تلد فدعت الله تعالى أن يرزقها ولدا ونذرت أن تجعله متفرغا للعبادة فاستجاب الله دعائها وشاء أن تلد أنثى فسمتها أمها مريم وطلبت من الله أن يبعد عنها الشيطان كبرت مريم وكانت مثالا للعبادة والتقوى وفي يوم جاءها جبريل عليه السلام على صورة بشر وطمأنها بأنه رسول من الله جاء ليهب لها طفلا ونفخ جبريل في شق ثوب مريم فحملت وامتلأ قلب مريم بالحزن حتى ولدت ورأت طفلها ثم استسلمت للنوم وعندما استيقظت ومشت لاحظ الناس أنها تحمل طفلا وتضمه لصدرها وتمشي به فجاء كهنة اليهود يسألونها ابن من هذا يا مريم فأشارت بيدها لعيسى فنطق بإرادة الله وأخبرهم بأنه عبد الله وقد جعله نبيا فامتلأت وجوه الكهنة بالدهشة كبر عيسى عليه السلام واختاره الله تعالى نبيا وأنزل عليه الإنجيل فذهب يدعو يهود بني إسرائيل إلى الإيمان بالله وحده حتى يرضى الله عنهم لكنهم لم يعملوا بنصيحته وعاندوه وكذبوه ولم يناصره إلا مجموعة قليلة آمنوا به وهم الحواريون كانوا يلتفون حوله ويتعلمون منه وكان كلما ازداد عناد بني إسرائيل وكفرهم أنزل الله تعالى على نبيه معجزات تؤكد أنه نبي من عند الله وليس مثل أي بشر فكان يمسك بيده قبضة من الطين ويشكلها في هيئة طير وينفق فيها فتطير بأمر الله وكان أهل زمانه يفتخرون بمهارتهم في الطب فأعطاه الله تعالى معجزة الشفاء فكان إذا وضع يده على مريض شفي بأمر الله ورغم كل هذه المعجزات ظل بني إسرائيل على الكفر والعناد لكن نبي الله عيسى عليه السلام ظل يدعو حتى آمن الكثير به وزاد أنصاره وازداد اليهود عنادا وكفروا به وذهبوا للملك وحرضوه عليه وقالوا له إن عيسى يطمع أن يصبح هو الملك وسيأخذ الملك منك في أقرب وقت فاغتاض الملك وأمرهم أن يحضروه ليقتله ولما بلغ عيسى عليه السلام أن اليهود يريدون قتله خرج على أصحابه وسألهم من منكم مستعد أن يلقي الله عليه شبهي فيصلب بدلا مني ويكون معي في الجنة قام شاب فنزل عليه شبه عيسى ورفع الله عيسى عليه السلام أمام أعين الحواريين إلى السماء وجاء اليهود وأخذوا شبيه عيسى وقتلوه ثم صلبوه ظن منهم أنه عيسى عليه السلام ولا يزال عيسى عليه السلام حياً ويدل على ذلك أحاديث كثيرة صحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما أرسل الله تبارك وتعالى عبده يونس نبيا ورسولا إلى أهل نينوى بالعراق ليدعوهم إلى ترك عبادة الأصنام وليعبدوا الله وحده لا شريك له فذهب إليهم ليبلغهم رسالة ربهم ولكن أهل نينوى أصروا على كفرهم وكذبوه ولم يستجيبوا لدعوته ظل نبي الله يونس بين قومه صابرا على الأذى يذكرهم ويعظهم ويشرح لهم طريق الهداية ثم حذرهم من العذاب وأنه سوف يأتيهم بعد ثلاثة أيام إن لم يؤمنوا به ويتبعوا دين الإسلام ولكنه لم يلقى منهم إلا عنادا وإصرارا على كفرهم ولما يأس نبي الله يونس من عناد قومه وعدم إيمانهم خرج مغاضما لهم لكفرهم قبل أن يأمره الله تعالى بالخروج وظن أن الله تعالى لن يؤاخذه على هذا الخروج وتركه لأهل هذه القرية وهجره لهم قبل أن يأمره الله تبارك وتعالى حين خرج نبي الله يونس وترك أهل القرية اقترب العذاب من قومه في الصباح وظهرت الصحب السوداء في السماء وثارت دخان الكثيف وعندما تأكد القوم أن الهلاك والعذاب واقع بهم طلبوا يونس عليه السلام فلم يجدوه وألهمهم الله التوبة فآمنوا بالله وبرسوله يونس أنضى نبي الله يونس عليه السلام الأيام الثلاثة بعيدا عن قومه لا يدر بأنهم قد آمنوا وتابوا إلى الله عز وجل لذلك ظل ينتظر تنفيذ وعد الله في قومه بعذابهم وعند عودته إلى قومه بعد الأيام الثلاثة فوجئ بأنهم آمنين سالمين فغضب غضبا شديدا لأنه اعتقد أن قومه سيظنونه كاذبا وسوف يقتلونه لأن جزاء الكاذب عند قومه هو القتل في الحال لذلك تركهم وفر هاربا حتى لا يجد نفسه قتيلا بين قومه وصل نبي الله يونس إلى شاطئ البحر فوجد قوما في سفينة فطلب من أهلها أن يركب معهم فأركبوه وسارت بهم السفينة وعندما أصبحوا في وسط البحر جاءت رياح شديدة وهاج البحر وكاد الجميع أن يتعرض للغرق عند ذلك قال من في السفينة إن عدد الركاب أصبح كثيرا ويجب علينا أن نلقي بواحد منا في البحر لينجو الباقون ولذلك سنجري القرعة ومن يقع عليه السهم سنلقيه في البحر ثم أجريت القرعة فوقع السهم على نبي الله يونس فلم يسمحوا لأنفسهم أن يلقوه في البحر ولما أعادوا القرعة مرة ثانية وثالثة وقعت عليه أيضا فما كان من يونس عليه السلام إلا أن ألقى بنفسه في البحر المظلم فأرسل الله تعالى له حوتا عظيما ابتلعه فدخل يونس عليه السلام إلى بطن الحوت ومعه عناية الله عز وجل فلم يضره الحوت ولم يجرح أخذ نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يدعو الله عز وجل ويستغفره ويسبحه قال لما ورد في القرآن الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فأخرجه الله من بطن الحوت بقدرته وغطى جسمه بورق القرع ليمنع الذباب أن يسقط عليه ويصيبه بأذى ثم عاد سيدنا يونس عليه السلام إلى قومه بعد أن علم أن ما أصابه قد حدث ابتلاء له بسبب استعجاله وخروجه عن قومه الذين أرسل إليهم بدون إذن من الله تعالى ولما وصل إلى قومه وجدهم مؤمنين بالله تائبين إليه وفي انتظار عودته ليسمعوا أوامره ويتبعوا طريق الهدى ففرح سيدنا يونس عليه السلام بإيمانهم وباستقبالهم وظل معهم يعلمهم ويرشدهم إلى طريق الخير حتى توفاه الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ترجمة نانسي قنقر